هناك مسألة أخيرة أو قبل الأخيرة مهمة في العقيدة مهمة جدا وهي تورث العلم بالله جل وعلا هي الفرق بين القضاء والمقضي الذي يدبر الكون ويقضي فيه والله جل وعلا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان علما حكيم ما يأتي شيء في الكون إلا الله جل وعلا هو الذي قضى سبحانه والمقضي أنوع منها أشياء طيبة ومنها أشياء غير طيبة لا بد أن نفرق في العقيدة بين قضاء الله جل وعلا والمقضي يعني فعل الله جل وعلا بقضائه سبحانه والمقضيات يعني المخلوقات أما قضاء الله جل وعلا فيجب الرضا به الرضا بقضاء الله لأنه صفته لأنه فعله سبحانه وتعالى فما قضاءه الله جل وعلا نؤمن به نؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى لأنه فعله سبحانه وتعالى المقضيات يعني المضافة المنسوبة لي ما وقع شر في الأرض وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد هذا اللي في الأرض مقضي غير جيد فنأتي نقول لك قضاء الله الذي هو صفته واجب الإيمان به والرضا به لأنه فعل الله سبحانه وتعالى لا تتسخط على فعل الله لأن فعل الله سبحانه وتعالى هو صفته سبحانه أما المقضي يعني ما يجريه الله جل وعلا في ملكوته فهو نوعان في أمر الدين وفي أمر الدنيا أما في أمر الدنيا فهو يا أم حسن أو سيء إذا كان حسن فتحمد الله جل وعلا عليه والسيء الذي يؤذيك مات قريب أصابك مرض فالرضا بالمقضي ليس بواجب ولكن الرضا بالمقضي من الذي هو المصيبة في الدنيا ليس بواجب ولكنه مستحب أصابك شيء فإنك هذه المصيبة ترضى بهذا مستحب لكن يجوز لك أن لا ترضى به يعني ما يجب عليك الرضا بالمصيبة لكن الرضا بفعل الله جل وعلا الذي قدر عليك هذا واجب أما في أمر الدين وهو المهم فإما أن يكون القضاء من الله جل وعلا في أمر ديني في خير فهذا تحمد الله جل وعلا عليه وتثني به عليه وتكثر من الثناء على الله والشكر والحمد له بذلك وإما أن يكون المقضي في الدين غير حسن يعني مثل وجود الكفر وجود الشرك وجود الذنوب وجود المعاصي وجود الإعراب وجود الغفلة إلى آخره فهذا يعد من المعايب والمعايب لا يجوز الرضا بها لا يجوز الرضا بالمعايب الدينية لأنه ما معنى أن تعرف المنكر وأن تعرف المعروف وأن تنكر المنكر القلب المؤمن يعرف أن المعروف معروف ويعرف أن المنكر منكر عنده بينة إذا كانت المصيبة في الدين تسمى معايب مما يعاب به على أهلها وهذا يجب مواجهته بالطريقة الشرعية لذلك بعثت الرسل لتهدي الناس وتبصر الناس بأن الشركة ظلم عظيم وأنه يجب التوحيد الله جل وعلا وأن حق الله جل وعلا على عبادة أن يوحدوه سبحانه وتعالى إذن فمقضيات الدين يجب مواجهتها بحسب الطريقة الشرعية ومواجهتها بحسب الأهواء هذا خروج عن الشرع وعن الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان الحق